هذا بالنسبة للشق الميداني هانادي أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال الذي يتحدث عن محاولة اغتيال هاشم صفي الدين على المستوى الرسمي في الإحاطة من الجيش الإسرائيلي التي كانت لصحفيين إسرائيليين رفض الجيش الإدلاء بمعلومة قطعية تتحدث عن أولا عما إذا كان هاشم صفي الدين هو هدفا من هذه العملية هذا لم يتم التأكد منه ما أشار إليه الجيش هو أن الغارة استهدفت ما يقول الجيش الإسرائيلي أنه مقر للاستخبارات التابعة لحزب الله وأيضا رفض تأكيد وجود هاشم صفي الدين في مكان الغارة من عدم ولكن في مقابل هذا الرفض للإدلاء بمعلومات من الجيش الإسرائيلي مصادر إسرائيلية تحدثت فعليا للقناة الثانية عشرة عن أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمالية نجاح عملية الاغتيال لهاشم صفي الدين هذا قد يفسر ربما بأن الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لا يمتلك معلومات كافية أدلة كافية تشير إلى نتائج حاسمة للعملية التي قام بها في الضاحية الجنوبية وبالتالي يحاول ربما من خلال وسائل الإعلام التسريب من وسائل الإعلام أن يحصل على مزيد من المعلومات من خلال الاعتماد على ردود الفعل التي قد تنتج عن هذه البيانات لسيما وأن حزب الله حتى اللحظة لم يدلي بأي بيان رسمي لم يتطرق بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال إلى هذه الأنباء نظرا ربما لأن الجيش الإسرائيلي هو الآخر لم يشر بصراحة إلى حدوث عملية الإغتيال أو نجاح هذه العملية بالتالي إسرائيل ربما لا تمتلك المعلومات الكافية حتى اللحظة الحاسمة حول نتائج محاولة الإغتيال المؤكد على الرغم من عدم وجود حديث رسمي إسرائيلي أن الهدف كان فعليا هاشم صفي الدين لأن كثيرا من المصادر الإسرائيلية نقلا أو تحدثت إلى وسائل الإعلام المختلفة عن هذه الجزئية ولكن دون أن تكون هذه الجزئية رسمية في بيانات الجيش وهو ما قد يشير فعليا كما ذكرنا إلى عدم حسم الموضوع إلى عدم وجود معلومات دقيقة قد يتغير هذا الحال ربما خلال الساعات القادمة سواء بالنفي أو بتأكيد العملية بانتظار أيضا ربما صدور بيانات من الجانب الآخر من قبل حزب الله إذا ما صدر بيان من الجيش الإسرائيلي يتعلق بالعملية شكرا لك عبدالقادر من القدر